السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد خمسة أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة تسعة وواحد واربعين دقيقة من مساء يوم الاثنين يوم الغد بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعديها لبرج الثور القمر اليوم موجود في منزلة الرشا وهي الآن موعد بث الحلقة هو في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلام والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية واربعين دقيقة من مساء السبت له موعد بث الحلقة لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر أما الساعة خمسة واثنين واربعين دقيقة مساء اليوم الأحد القمر رح ينتقل لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الحمل اليوم معناته منظل على في هاي الفترة أكثر نشاطا في العمل أكثر استقلالية من بادر بمشروع جديد ولكن من المرجح أنه تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الآخرين وهذا شيء ممكن يؤدي لمشاكل أو حجج غير ضرورية نمنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير القمر لما بيكون موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وتعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي بعد منتصف هاي الليلة يعني رح تستمر تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة تقريبا لغاية ساعاته الظهر زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوته هاي الزاوية طبعا زي ما حكينا بعد منتصف الليلة ساعة 12 و7 دقائق ذروتها بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها لغا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشريين والدم أما عمليات صغرى أو مراجعات طبية أو فحصات طبعا ما فيه أي مشكلة باقي عضاء الجسم ما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر والطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح أيضا للصفغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل زي ما حكينا خلو المسار رح يكون يوم الغد الاثنين بيبدأ خلو المسار الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره ستة وعشرين يوم الساعة اتناعش وستة وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل بيصير سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة سبعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد بنسبة سبعين في المية اليوم القمر في الحمل حتى يوم ستة خمسة منتحس بنسبة ستين في المية الآن ساعة الصباح منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمستاش في المية في ساعة المساء سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الحمل حتى يوم خمستاش خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية الظهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية المريخ في الحمل حتى يوم 9 ست سعي منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2 سعيد منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم هاي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها الطاقة عالية جدا اليوم عندك للحركة ولإنجاز بعض الأعمال المهمة طبعا الأضواء راح تكون مسلطة على الدعم الخارجي على الاهتمامات المالية وأيضا على القروض والديون وفيه صفحة جديدة أو قرار جديد ممكن تتخذوا خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا لغاية يوم الغد القمر موجود في بيت المتاعب فهاي فترة صعبة شوي بتطلب منك عدم المبالغة في مجهودك الجسماني وتنتبه لصحتك وتضع سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل حاول أنك تعمل بشكل روتيني ما تتخذ قرارات حاسمة وانتبه لغذاءك وراحتك وكون صبور ممكن شوي تشعر أنه الأجواء يعني أخف من الكلام اللي أنا بحكيه ولكن بدك تكون حذر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعدوا من لقاء أو اتصال هاتفي من بعض الأصدقاء وبتفرحوا بدعم جهة ما قدم حلول معتدلة عشان تحظى بتحالف جيد اليوم كل الاستفادة والفائدة رح تكون على المستوى الاجتماعي عشان هيك بدك تستغل علاقاتك ومعارفك لا يتمام بعض الأمور وحاول انك تتمم كل العمال الضرورية والمهمة اليوم لانه يوم الغد القمر بوصل لبيت متعبك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أيضا بتقدر تنظم وقتك بشكل جيد حاول إنك تحترم الموعيد هاي فترة بتتطلب منك الدقة والمتابعة وبرضو حاول إنك ما تشوه سمعتك بتصرفاتك أو بقراراتك حاول تكون دقيق قدر الإمكان وحضر بشكل جيد وما ترتجل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة أو تعزيز العلاقة مع الأحبة هاي فترة جيدة لخوض تجربة جديدة كما إنها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو بداية دراسة شيء جديد أو تعزيز العلاقة مع جانب أو غرباء أو بنطاق عملي يعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر حتى بإمكانك تعزيز العلاقة مع الأحبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود في البيت الثامن يعني التركيز رح يكون على الأموال المشتركة الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض ممكن تسعد بتسوية أو بدعم أو بتحصيل بعض الحقوق أو حل بعض المسائل المالية أهمش إنك ما تفرض رأيك وما تكون عنيد وما تهمل أوراق الثبوتية وعدم حملها بدك تركز بالمعاملات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم القمر موجود مقابلكم تماما ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز العلاقة مع شركاتكم سواء شركات المال أو العاطفة ولكن الطاقة ضعيفة جدا عشان هيك يجب أن تتجنب انتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذر من المواجهات الكلامية لأنه أنت الضعيف اليوم حاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء حاولوا منكم ما تفرضوا رأيكم مع زملاءكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصط من الراحة من حين لآخر هذه فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد وبعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل المربك شوي فعشان هيك بدك تحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامر بموقعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لك اليوم تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتكون الحضوض قوية وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الأبناء أو مع الأحبة كما إنها فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية أو العاطفية وبرضو ممتازة لتلطيف الأجواء وللمصالحات أو ممارسة هواية أو الاهتمام بالذات يعني هذا يوم مميز لازم تستغله من بدايته برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة الاهتمام كله رح يكون على مستوى البيت والعائلة من أعطال وترتيبات ودعوات ومناسبات أو حتى اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أهم شيء أنه اليوم ما تقصر بالأمور العائلية ممكن تهتم ببعض المصاريف أو ممكن بعضكم يهتم بعقار جديد حاول أنك تقدم أو تقدم على خطوة لأنه اليوم مفتوح المجال لخطوة جريئة وممكن تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات منكم أشخاص ممكن ينطلقوا بمرحلة مهنية لترويج لمشاريع بنجاح أو تنقلات والاتصالات عالية بتكون عندهم بعدما وليد برج الدلو ممكن يتم بمسائل تتعلق بالسيارات أو بالإلكترونيات أو بالتجارة وهذا يوم مناسب لكل هاي الأمور وأيضا مناسب لإجتياز امتحان ومنكم أشخاص ممكن يتقدم أحدهم للمساعدة أو للتعاون فترة ممتازة على كل المستويات حتى على مستوى العلاقات العاطفية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أو دعم أهم شيء أنك ما ضيع الفرصة وحاول أنك تنتهبه من النصابين والمحتالين ووضف طاقتك الذهنية والفكرية لوضع حد للتساولات وناقش بوضوح واتجنب الإلتباسات أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك وتنتبه على أموالك واستغل الفرص المالية لأنه بدها فترة لا تتعود مرة ثانية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء